موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة صدر وأبنائك يقولون له جزاك الله خيرا وجعل الله عز وجل ما حدث من الأزى في البيت الحرام وفي حالة الإحرام وبعد القيام في موزين الحسنية وجاء أبنائك يعني يعتذرون لك عما حدث فنريده لا والله يعتذرون والله يعتذرون لله ولكن€ ليس له أعطيت لكم كلمة لأبنائك أبناء الدعوة بنصيحة في فى عمل والأشهد وإله إله إلا الله وإلا أعطيته وإلى الله أرب48 ورسوله صلى الله عليه وسلم قضية الدعوة إلى الله عز وجل هي نفتح الخير في هذه البلاد تعليم الناس وتعلم العلم ثم نشره بين الأفراد المتابعة هو من أعظم ما ندفع في هذه النات وغيرها مما يدل على أن غياب العلم هو من أعظم أسباب هذه الأنواع من الفتن لو كان الناس على علم وعلى قصد صحيح فكان السلوك مختلفاً فدعونا نمضي في طريقنا نتعلم الحق نعمل به نعلمه للناس أخلاقنا تدل علينا لن يستطيع أحد من الله تعالى أن يمهو أثرنا وإنما يظل أثر الخير دائماً بإلم الله تعالى سأكون الحمد لله السلام ورفضل المترجم للحصول على الرهم المترجم للبهاية